فازت وزارة شؤون البلدية والزراعة بالمركز الأول عن فئة المسئولية الاجتماعية بجائزة الكويت للإبداع 2023 وذلك لمشاركتها تحت عنوان الإبداع في المسئولية الاجتماعية بالعمل البلدي والزراعي في مملكة البحرين خطة التشجير نموذجا وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن هذا الاستحقاق يجسد الاهتمام الذي أحظى به العمل البلدي والزراعي من لدن جلالة الملك المعظم وبدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منوها في الوقت ذاته بالمتابعة المستمرة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لخطط ومشروعات الوزارة التنموية بما فيها خطة التشجير كما أشاد سعادة الوزير بجهود منتسبية الوزارة من أجل تحقيق التطلعات المنشودة لتعزيز هذا القطاع المهم هذا وتسلم المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة درع الجائزة التي جاءت تتويجا للجهود المبذولة في تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير وذلك في الحفل الذي أقيم بدولة الكويت الشقيقة مؤكدا أنها ثمرة عمل مختلف كوادر الوزارة وشركائها في القطاع العام والخاص والأهلي والقائمين على خطة التشجير وتبرهن بشكل خاص على إبداع الجميع ضمن فريق البحرين الواحد